وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسليل والتوفيق في القول والشوارب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كم حال يا شيخ مرحب أبو محمد أنا لدي سؤال واحد تفضل أنا سمعت الشيخ العريف يقول لك أنها لغة بس أنا أعتقد أنها مسألة فقهية يقول مثلا الوحدة إذا ما تبوها توفي والدها أنفسك حقدها وش المسألة هذه إذا توفي والدها أنفسك حق متاحة إن شاء الله الله إزاك خير حياك معكم السلام أبو إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحياة شيخنا مرحبا أهلا وسهلا الله أعطيك الصح والحافية شيخ الله سلمك عندي خمس سئلة إزاك الله خير يلا السؤال أول الله سلمك حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد من وضع اللقطة في مكان مرتفع في المسجد أو في صندوق مكشوف نعم السؤال الثاني الله سلمك إذا لم يحضر الخطيب لخطبة الجمعة وليس هناك بديل يخطب فهل يصل الناس في هذه الحالة صلاة الظهر أربع ركعات أم يصلون جمعة ركعتين إن شاء الله السؤال الثاني الله سلمك حكم زواج الرجل من أختين توأم متلاسقتين أو العكس هذا حاصل إبو إبراهيم سمعت أنا سمعت هذه سابقا إن شاء الله إبو إبراهيم ذاك الله والسؤال الرابع الله سلمك هل تجوز سجدة الشكر بعد فترة من الزمن سجدة الشكر نعم بعد ساعة بعد يوم بعد ما يفع خبر يفرح إن شاء الله والسؤال الأخير الله سلمك إذا دخل المسجد بعض الأخوة المسافرين في وقت صلاة العصر ولم يصلوا الظهر بعد ولم يصلوا الظهر بعد فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة صلاة الظهر إلى أن تقام صلاة العصر ويرتحكم على الإيمان بعدين يعني هما صلوا الظهر ودخلوا المسجد وقت العصر والصلاة ما أقيمت نعم بعد بين الأذان والإقامة هناك تقربة عشرين دقيقة وقالوا نصلي جماعة إحنا الواحدنا الظهر وبعدين لما يقيم الصلاة للعصر يصلوا مع الإمام عصر إن شاء الله أبشر يا أبو إبراهيم إزاك الله أخير شيخنا أهلا وسهلا حياك الله أمت الله تفضل يا أختي أمت الله من العراق السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله لعاكم شيخ عندي سؤالين لو سمحت تفضل يا أختي السؤال الأول في عبنا في البيت إحنا يعني منور خلف البيت في قطع يعني ولدت ثلاث قطاط فإحنا يعني ما نعرف الشيخ نسع عمل يعني عافتهم وراحتهم وبدوا يموتون يعني فسألنا قالوا خلص هذول يعني إما ستعطوهم أكل أو يموتون لأنه بما أنه وعافتهم الأم إحنا يعني بلشنا نعطيهم كبروا فسأل السؤال إنه هم يعني إحنا ما نعرف شون نعاملهم شون نلتزموا إياهم وخاف منهم وبصراحنا هسا هم مرضى ويسوير نتركهم يعني ما نخليهم بعد أكلهم ويعني لأنه يتحركون يروحون يجون ولا حرام علينا نقطع عنهم الأكل يعني الآن هما أنتم تستطيعون تخرجون من المنور يعني هما عايشين في المنور هما يقدرون يعني يروحون غير مسانات يقبرون من الحائق بس يعني ما أعرض أن يصير حرام أنه أقطع عليهم الأكل يعني في المنام يعني دائما يصير عندي حالات أنه تجي كأنما رسائل ما أعرف التي هاي أستبعها وأمشي وراها ولا ما يجوز حرام يعني مثلا أنه من أمر بأشياء معينة وهموم وهموم المرة مثلا في أجل يعني ما شفت صورته ولكن يقول لي أنه أقري صورة الجن ثلاث مرات يوميا يعني كفيت لي أنت فيك هاي مرة والمرة الثانية أيضا يعني كأنما أسمع صوت أو شي يقول لي أقري ألف يعني قولي ألف مرة صلاة على النبي وألف مرة التخفار وخمسة آلاف مرة لا إله إلا الله فمعرف فهذا يجوز هذا الشيء يعني يعني ألتزم يعني أنه هذا الشيء ولا ما يجوز لأن المرات ما ألاحظ أنه أتلك لهاي الأعداد إن شاء الله يا أختي فابلة شكرا الله أهلا وسهلا أم محمد أم محمد من السعودية تفضلي سلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا حاولت تواصل معك قبل على الواتس فضلي وما قدرت أصل لك أفضلك مكان خاص لأنني عندي أسلة تسهيل أنا أبقى سبقية أخذي أختي الفاضل أرسلي على الواتس أرسلي على الواتس أقول لي أنا أمو محمد عندي عندي سؤال خاص وأبشر إن شاء الله الآن المخرج ما يقصر إن شاء الله يحط رقم الواتس هذا هو خذي سجلي أخاف أنك أخطأت بالرقم ولا شيء لا والله أرسلي أكتب الماللة أبشري أبشري اكتبي أنا أمو محمد وإن شاء الله يصير خير الله أجدك مرحبا أختي أم مريم أهلا وسهلا ومرحبا يا شيخ القرعة حرام ولا جائز إن شاء الله مرحبا أم مريم أحمد الله من عراء تفضل يا أختي عليكم السلام رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نختم القرآن شيخ شنو بعض المرات شنو أغلق بالكلمات أو أغلق يعني بالها ما نفضها مثل القراء مثل صنك على القراء القراء يعني هل تنفض بالختمة وفي سؤال الثاني شيخ مثلا أنظر لحسادي في هذا هنفض ينفض بالليا صادقة شهر يعني شكرا مرحبا أختي أهلا وسهلا ومشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عديثاف سؤال الأول سؤال الأول إذا ممكن إذا سحب كتاب لأحد المشايخ والعلماء بي دي اف أم شهد ثلاثة سئلة ما أخذنا إلا نص سؤال بس حاولي حاولي من جديد يا أم شهد أم عبد الله سلام عليكم عليكم السلام افت الله لو سمحت يا شيخ كفارة اليمين طعام عشر مساكين كم كم كل واحد يعني نعطيه إن شاء الله وإذا كانت طلعها فلوس يعني كم نعطي كل واحد إن شاء الله نعطيك العافية عافيك أم محمد أم محمد من العراق تفضلي أي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور الله يحفظك إن شاء الله أنا من ناحية المتحة الجوارب أنا من أقل صلاة الفجر صلاة الفجر أتوضى على رنيا أطوش ماء على رجل يكوى أكمل هذا مضعتني من بعد صلاة الفجر أشوي أنام وقعد ساعة 7 أتوضى مرة ثانية أتوضى مرة ثانية أطلع ركعتين في سنة الوضوء بعدين أقوم ألبس الجوارب ألبس الجوارب ألسح الجوارب من نهاية صلاة الفجر بعد الفجر أسلح الجوارب حلال لهم ما حلال إن شاء الله يا محمد سؤال الثاني إذا مثل فرضا أنا مثل بنت أخص عملت معاملة ما تقاعد وتريدين هي طلعت تقاعد تعمل معاملة ما تقاعد وطعتها بيب أحد إن هو يعمل لهي حرام لهم ما حرام كيف يعني وكلت شخص قالت خلص لإجراءات التقاعد أي نعم أي نعم وهذا وهذا الشخص يشتغل يشتغل في هيئة المعاشات والتقاعد ولا برا لا 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 خارج لا داخل تقاعد طيب طيب أي نعم شكرا منهم لنك أهلا وسهلا ومرحبا أم محمد ألو فضلي أم محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أحمد الله يا شيخ عندي سؤال من شقين أو ثلاثة فضلي يا شيخ أنا عندي مشكل كبير مع الزوج انتاعي يا شيخ نصحوني أيوا عصابي ويدرب وآخر مرة هددني بالقتل وآخر مرة ضربني وكسرني رجلي وهجرني منذ سنوات وما زالي هدد فييا بالقتل ويدرب وعصابي بزاف وآخر مرة يا شيخ اسمح لي يا شيخ أنا عن كل حال آخر مرة بزقة فييا حشاكم كرامكم الله ورجعتها له يا شيخ ما حكم عليها في هذه أول مرة آخر مرة إيش إيش ما فهمت آخر شيء إيش قال إيش بزق فييا يا شيخ كرامكم الله بصق وانت رديت له البصقة ها ردت له ما لابليش مع ربيه كيفاش يا شيخ كم لكم متزوجين منذ كتر من عقدين يا شيخ من عشرين سنة كتر والمشكلة هذه جديدة ولا من أول آه يا شيخ من اللي زوجته هو هكا وأنا أحمل درك ما قدرش نحمل يا شيخ نصحوني مع العين يا شيخ ما يصليش ما يصليش في الجامعة ما يصليش صلاة الجمعة ما يصليش صلاة الصبح ما يعبش الكتاب اليده وعصابي بزاف ويدرب ويكسر يا شيخ نصحوني في فرنسا ولا في بلدكم الأصلي في فرنسا يا شيخ ولو اشتكيت عليه في فرنسا ايش يعملوا له لا يعملوا له يا شيخ صغتوحنا لزغاب ومع العين هو يا شيخ نخاف منه ايش كي به يقتلني يقتل كي لا مفوضة طيب عطينا السؤال الثاني يعطينا السؤال الثاني هذه كل على على ما ما يصليش يا شيخ معاه العين واش هو بالنسبة لي يا ناكر البيت عليه كيفش يا شيخ معاه ربيت كون استغفر ولا كيفش ما يصلي أبدا ولا في البيت يصلي في البيت ويغرم بيفواء ويصلي يغرم ما تهموش عندكم أولاد بينكم أولاد عندنا يا شيخ عندي كبار ولا صغار الكبير في عمره 22 سنة طيب أبشري أخت الفاضة تسمعيني الجواب شكرا يا شيخ معاني ما أتوه آل خلاف يا شيخ سمح لي أنت ويرتاكب يا شيخ كان يرتاكب الكبائر وغصبني ورتاكب الكبائر معاي وغصبني ومن اللي تزوجته هو يقول نديك للرجالة أكرمكم الله يا شيخ الله المصدر عانك الله أخت الفاضل الله يعنى وياك طيب أنصحوني يا شيخ أنصحوني يا شيخ أنصحوني يا شيخ تسمعيني النصيح أبشري أهلا أهلا نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة وقبل ذلك أنا وعدت الأخ كريم من العراق بأني أجيب على السؤال الذي ذكره عبارة كما تدين تدان فأنا بالأمس أشكل علي وعزب حقيقة عن عزب عن عقل الحديث الحديث طبعا يا أبا كريم حديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث وارد لكن حديث ضعيف من جهة الإسناد حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح المعنى صحيح كما تدين تدان كما تدين في الخير تدان في الخير هل جزاء الإحساني إلا الإحسان كما تدين في الشر تدان أيضا كما تدين تدان فهذا هو الجزاء المقصود في الجزاء ولذلك يوم القيامة سمي بيوم الدين لن يوم الجزاء فالإنسان يجازع على عمله لكن الحديث هذا لا يصح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم يوسف من الشارقة بارك الله فيها تقول عندي أخت عمرها تقريبا 38 سنة عندها قلة إدراك في العقل طبعا غير مستقل يقول ما تعتمد على نفسها جبناها زيارة مريضة بالسرطان من ستة أشهر طبعا تقول بأن العلاج صعب جدا وهذا النوع من أخطر أنواع السرطانات تقول يعني الآن لو أننا مثلا هي ما تعرفها الأشياء هذه كلها لو أننا تركنا مثلا مسألة العلاج لأن الأطباء قالوا لنا بأنها ستأخذ علاج لكن هذا النوع خطير جدا بالتجربة والواقع كما فهمت أنا من سؤال الأخت أم يوسف بأنه غير مفيد هل يترك العلاج أم لا أختي أم يوسف بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه الأخت لها حق الحياة فما دام أن الله عز وجل منحها الحياة فنحن يجب علينا أن نحافظ على حياتها يجب عليكم أنتم أن تحافظوا على حياتها وذلك بمداواتها ومعالجتها خاصة وأنها فاقدة لمسألة الإدراك فهي لا تعرف الخير من الشر ولا تعرف الممرض من غير الممرض فالمسألة أنتم الآن ملزمون بعلاجها الأمر الآخر بالنسبة لقضية ما يذكرون بأنه احتمال هذا الدواء أو الكيماوي الذي تعطونه إياه احتمال كبير جدا أنه ما يفيدها قد يوجد احتمال بأنه يفيده ولذلك دائما عندنا قاعدة شرعية الاحتياط للحياة بمعنى أن لو عندنا حالة مرضية في أمل أو نسبة معينة ولو كانت ضئيلة أن يعيش من خلال إعطاها أدوية من خلال إعطاها كذا لا يجب بذل هذا الشيء وعدم اللجوء إلى قضية يعني ترك الدواء أو مثلا ترك أو رفع الأجهزة أجهزة الإنعاش ما دام أنه يوجد عندنا نسبة يعني يوجد حالات أنا قرأت عنها وبحثت أيضا فيها أشخاص بقوا سنوات على السرير بما يسمى بالموت الدماغي و كتب الله لهم حياة فلا تيأسوا من روح الله اخت الفاضل ولا تقنطوا من رحمة الله والله إذا أجمع الأطباء على أن والله هذه الحالة الكيماوي عبث يعني إعطاءها الكيماوي نوع من العبث نوع من الإضرار لأن المرض السلطان منتشر بالجسم كله منتشر في أماكن ما يمكن علاج يعني ما توصل الطب إلى علاج هذه الأماكن في هذه الحالة نعم لكم يعني بدل أن تتعذب و تتألم و من دون فائدة ممكن تسلمونها لأمر الله سبحانه وتعالى و كلنا تحت أمر الله سبحانه وتعالى هذه متى هذه حالة تنتبهين لها يا أم يوسف إذا والله الأطباء أجمع والأطباء قالوا لكم حرام نعطيها الأطباء يقول حرام نعطيها لأن هذا مؤذي محرق مدمر للخلايا يسبب آلام يسبب كذا و ما في فائدة ممكن في مثل هذه الحالة أسر الله تعالى أن يمنع عليها بالشفاء أم محمد من الشارق تقول عند باب بيتنا شجرة من شجر السدر يعني مأثر على البيت و كذا و نريد نشيلها و قالوا أنه ما يجوز قطعها هل هذا الكلام صحيح أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لشجر السدر ورد عن النبي عليه الصلاة و السلام كما يمنع من قطعها لغير سبب لغير سبب و أن من قطع شجرة السدر صب الله عليه العذاب صبا أو كما ورد و بعض العلماء حمل هذا على شجر الحرم سدر الحرم في مكة يعني و بعض العلماء قالوا هذا عام الشجر الذي ينتفع به الناس يستضلون مثلا تحت ظل هذه الشجرة ينتفعون بأوراقها مثلا أما شجرة السدر إذا كانت مؤذية مثلا قدام البيت و أنتم اللي زرعتوها أو البلدية اللي زرعتها مثلا ما نبتت هكذا و إنما الإنسان زرعها و طلعت الشجرة و مؤذية تؤذي مثلا قدام الباب تؤذي أساسات البيت فيها تجمع حولها مثلا حشرات و أنتم تأذيتم ما في بأس لو قطعتوها لأن هذه لم تنبت هكذا يعني من أصلي هكذا الله عز وجل خلقها هكذا من دون فعل الإنسان فمدام أنكم أنتم اللي زرعتوها أو البلدية اللي زرعتها و تؤذيكم ما في بأس لو قطعتوها و لله الحمد و المنه أم محمد تسأل عن صلاة الوتر تقول كل يوم أقوم الساعة ثلاثة و نص أصلي أو أربع تقول أصلي و يوم من الأيام قمت على أذان الفجر بخمس دقائق أو قبل أذان الفجر بخمس دقائق صليت الشفع و لما صليت الوتر صليت مع الأذان ماذا علي ما عليك شيء أم محمد بارك الله فيك أولا الإنسان يحتاط للوتر و يصلي قبل قبل الأذان لأن النبي عليه الصلاة والمقال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل و تر لكن لو أن شخصا صلى الوتر و أذن عليه فإذا كان قد ركع قبل الأذان و أذن بعد ما رفع من الركوع الحمد لله يعني أدى الوتر في الليل يعني أدى الوتر في وقته أما إذا كان لا ما ركع بعد و دخل عليه الأذان هذا خلاف بين العلم جمهور العلم يقولون بأنه انتهى وقت الوتر انتهى وقت الوتر و من أهل العلم أن يذهب إلى نولاء ما زال وقت الوتر موجود إلى إقامة الصلاة لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون بينه بعد أذان الفجر بعد أذان الفجر كانوا يصلون الوتر عموة ما دام حصل لك وهي سنة و لله الحمد ما في بأس تقولي أنت قضية الشافع في النهار الله يكتب أجرك ما في بأس بارك الله فيك أبو محمد من السعودية سأل يقول سمعت بعض المشايخ يذكر لغز يقول إذا توفي والد المرأة أو وحدة إذا توفي والدها فسخ عقده أبو محمد سامحني والله الغاز هذه أنا ما يحضرني جواب فيها الآن ما يحضرني جواب فيها الآن بارك الله فيك أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة يقول ما حكم ما يفعله بعض إمة المساجد من مضع اللقطة في مكان مرتفع أو في صندوق مثلا أبو إبراهيم بارك الله فيك أولا بالنسبة لللقطة هي المال الضائع اللقطة هي المال الضائع هذه اللقطة تعريفة الذي لا يعرف له صاحب لا يعرف له مالك هي المال الضائع الذي لا يعرف له مالك إما نقود إما شاعينية تسمى مال بمعنى تتبعه أمه أوساط الناس الأمر الثاني يحرم إن شاد ضالة في المسجد لأن النبي عليه الصلاة منهى عن ذلك ولذلك لا يجوز الشخص يقول من شاف المفتاح الفلاني من شاف المحمول الفلاني أحد في المسجد لا يرفع صوت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا ينادي من وجد الجمل الأحمر قال لا رده الله عليك المساجد ما بنيت لهذا ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس إذا سمعوا من ينشد الضالة أن يقولوا لا رده الله عليك لماذا حتى لا يصبح المسجد مثل الأسواق وهوشات الأسواق ولغط الأسواق ومكان لرفع الأصوات فيمنع ذلك المسألة الثالثة أو الرابعة يجوز للإمام أن يضع اللقطة هذه مفتاح أو محمول أو محفظة أو شيء في مكان آمن آمن يعني بمعنى صندوق مثلا مرتفع أو يكون عنده مثلا أو في الغالب أنه يضيع في المسجد أشياء بسيط فإذا وضعها خارج المسجد هذا طيب حتى لو جاء شخص طلبها خارج المسجد يعني من الجدار الخلفي اللي يفتح على الشارع أما إذا وضعها داخل المسجد ما يقول من ضع له كذا الإمام لا يجوز أن يقول من ضع له المفتاح من ضع له الجوال هذا غلط لا يجوز وإنما يضعها فإذا جاء الشخص يطلبها وأثبت ذلك يعطيه إياه من دون إنشاد لأضالة أبو براهيم يسأل يقول إذا مثلا حصل الخطيب لم يخطب وليس هناك بديل له ماذا يفعل جماعة المسجد يصلون الظهر أم يصلون ركعتين الجمعة أبو براهيم بارك الله فيك بالنسبة لي الخطيب إذا غاب فإن الأصل أن ينوب عنه من كلفته الجهة المعنية بالرقابة والإشراف على المساجد في الغالب يكون المؤذن أو يكون خطيب بديل إذا قدر الله عز وجل ما وجد خطيب ولم يستطع أحد أن يقوم بدور الخطيب يعني يرقى المنبر ويخطب الخطبة فإنهم يصلون ظهرا أربع ركعات يصلون ظهرا أربع ركعات ولا يجوز لهم أن يقتصروا على ركعتين لا يجوز أن يقتصروا على ركعتين وإنما يصلون أربع ركعات أبو براهيم يسأل يقول سؤال عجيب طبعا يقول ما حكم زواج الرجل من توأم متلاصقين يعني أنثيين متلاصقين أبو براهيم بارك الله فيك ورضي عنك حقيقة هذه من المسائل التي تحتاج إلى تدبر وتفكر وتأمل ونظر فإذا كان يعني التوأم هذا الأنثوي ثنتين متلاصقتين يعني مثلا رأسين لكن الجسد واحد الذي يظهر يجوز ذلك هذا حق لهذه الأنثى أن تتزوج حتى لو كان لها يعني آلتين مثلا يجوز يجوز أن يتزوج ما دام أن لهم حكم الجسد الواحد حكم الجسد لكن لهم رأسين مثلا وإيدين ثنتين ورجلين مثلا هذا لها حكم الجسد الواحد فيجوز له أن أن يتزوج أن يتزوج المتلاصقتين أما إذا كانت متلاصقتين في جزء من البدن لكن كل واحدة لها أطرافها يدين ورجلين كل واحدة لها يدان ورجلان والثاني نفس الشيء ورأسين لكن التصق من جهة الظهر التصق من جهة الرأس وأمكن الفصل بينهما فلا هذه مسألة تحتاج إلى تأمل أكثر إذا لم يحصل قضية فصل بينهما هنا يعني إذا قلنا بجواز الزواج بإحداهما لابد من النظر إلى الشروط الشرعية في مسألة الخلوة عفوا في مسألة التستر وشيء من هذا ألقب عموما خلاصة المسألة إذا كان متلاصقتين بحيث أنهما رأسان لكن مثلا يدين مثلا ورجلين ثنتين فقط يعني الأجزاء كلها مختلطة يجوز يجوز أما إذا كان يمكن فصلهما فهذه والله يا أبا إبراهيم تحتاج إلى يعني دراسة أكثر وتأمل لأنه قد لا يتصور مثل هذا يعني إذا قلنا إذا دخل عليها طبعا حرمت عليها أختها حرمت علي أختها الثانية لأنهما في حكم المنفصلتين أنا تكلمت وقلت يعني إمكانية الفصل بينهم هذه لها يدين ورجلين وهذه لها يدين ورجلين لكن التصاق إما من الجنب إما من الظهر إما من الرأس فلذلك تحتاج إلى مزيد من التأمل أبا إبراهيم يسأل يقول عن سجدة الشكر مثلا يقول إذا تذكرها الإنسان بعد فترة ممكن يسجد الجواب نعم يعني شخص الآن جاء خبر سار وهذا الخبر أدهشه وجعله في حالة من الفرح ونسي يسجد بعد ساعة ساعتين أربع ساعات خمس ساعات تذكر يسجد الله الشكر ولله الحمد والمن أبا إبراهيم يقول إذا دخل جماعة المسجد وكانوا مسافرين وما صلوا الظهر ثم أذن العصر ولم تقم الصلاة بعد هل لهما أن يصلي الظهر جماعة ثم يدخل مع الجماعة في صلاة العصر الجواب نعم بل هذا يتأكد في حقهما لأنهم مسافرين الآن مجموعة مسافرة أذن العصر إذن يصلون الظهر أولا مدام أنهم دخلوا المسجد يصلون جماعة ثم إذا أقيمت صلاة العصر دخلوا وصلوا مع الإمام بشرط أن يقتدوا بالإمام وأن لا يخالفوا الإمام فيصلون صلاتا غير مقصورة أما صلاة الظهر يقصرون لأنهم مسافرين أصر صلوا ركعتهم والعصر أربع ركعات خلف الإمام المقيم أما تلوه من العراق بارك الله فيها تقول عندنا في البيت منور وقطة ولدت ثلاث قطة وتركتهم تقول يعني حاولنا أن نطعمهم كبروا شوي تقول يعني الآن بدأت فيهم أمراض تقول ما ندري ماذا نفعل هل نتركهم هل كذا أختي أمت الله بارك الله فيك يعني بالنسبة لمسألة القطط الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه ثم هده ولذلك ربنا جل وعلا أحسن كل شيء خلقه ثم هده وأعطى كل شيء هداه سبحانه وتعالى فهذه المخلوقات سبحان الله العظيم الله عز وجل هداها لكسب طعامها وشرابها وأيضا تنتقل فأنا ما أعرف أن القطط تحتاج إلى إطعام وكذا إلا قد تكون القطط هذه النوع البيتي اللي ما يخرج أصلا ممكن لكن القطط سبحان الله عظيم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطواف تطوف على البيوت تطوف على البيوت ولذلك الأصل أن القطط تترك لماذا هي تعرف كيف تكسب تحصل على رزقها فأختي الفاضلة يعني إذا كنت تعتقدين بأنه والله أخذكم القطط وإبعادها مثلا عن المنور أو عن البيت معصي هذا غير صحيح الآن الحل تأخذون القطط الثلاث في كرتون وتذهبون بها إلى حي من الأحياء إلى مكان من الأماكن إلى سوق من الأسواق مثلا قريب منها الجزارين القصابين مثلا أصحاب اللحوم وكذا يعني يأكلون هناك أفضل لكم فأنت الآن محملة نفسك أمر ما في داعي إلى أنك تقلقين نفسك وتشغلين بالك في أمر يعني سهل حلة خذوها في كرتون جمعوها وابعدوها عند سوق عند كذا وبهذا الحمد لله تكونون يعني قد وضعتوهما في مكان آمن وهي تكتسب رزقها بارك الله فيك الأخت أمة الله تقول في المنام تأتيني حالات مثل رسائل مثلا هل أتبع هذا الرسائل ضربت مثالين تقول يعني مثلا أحيانا أمر بحالة من الشدة والهم يأتيني الرجل يقول اقرأي سورة الجن ثلاث مرات أحيانا يكون كذا يقول اقرأي أو يقولي ألف مرة الصلاة على النبي خمس ألاف مرة لا إله إلا الله أخت أمة الله بارك الله فيك أولا المسلم ليس بحاجة إلى الرؤى والأحلام حتى يأتي بالأمور المشروعة يعني هل الآن نحن ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا تأتينا رسالة في المنام صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام هذا غير الكلام غير صحيح لذلك الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليم اللهم صلي على محمد النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول راغي ما أنف مرئن ذكرت عنده ولم يصلي علي اللهم صلي على محمد النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي لما قال كم أجعل لك من صلاتي نهاية قال اجعل يعني الصلاة قال أجعلها كلها يعني يصلي على النبي في الدعاء فأخت الفاضلة بارك الله ليسنا بحاجة إلى رسائل في المنام لأن هذه رسائل خطيرة هذا يدل على أن الإنسان ما يصلي على النبي ويأيضا ربما هذه الرسائل في بداياتها مشروعة لكن قد إذا اتبعتيها قد تقودك إلى أشياء غير مشروعة ربما الشيطان يدخل ويقولك افعلي كذا وسوي كذا وهي على غير أمر الشريعة قول لا إله إلا الله أعظم كلمة هي لا إله إلا الله هي هي لا إله إلا الله الشجرة الطيبة التي ضربها الله عز وجل مثلا في القرآن اللي من أجلها خلق الله الدنيا والآخر وخلق الجنة والنار وافترق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير بسبب هذه الكلمة لا إله لا معبود حق إلا الله فما لسنا بحاجة أخت الفاضل أن ننتظر حلم أو منام أو رسالة في المنام حتى نقول لا إله خاصة وأن هذه الرسائل فيها أشياء مخيفة في قضية العدد والله قولي خمسة آلاف قولي ألف مرة هذا ما اللي داعي فيا أخت الفاضل بارك الله فيك أكثر من قول لا إله إلا الله على الدوام والاستمرار أكثر من الصلاة على النبي صلى الله وسلم استجيبي لما قال الله عز وجل وقال ربك مدعوني أستجيب لكم قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولذلك إذا التزمت هذه بتروح عنك هذه الرؤى والأحلام والشيطان يشم قلب العبد وحيانا لما يجد العبد عنده استجابة لمثل هذه الأشياء يدخل عليه مداخل خطيرة جدا اليوم الصلاة على النبي بكرة لا إله إلا الله وبعدين يدخل شيئا فشيئا ربما أوقعك في البدع أو الخرافات اتركي عنك هذه الرؤى والأحلام اللي فيها مثل هذا الأمر لأنك أصرا ما تحتاجين إليه التزمية هذه التزمية في طوال حياتك بارك الله فيك أم مريم من الفجيرة تسأل عن القرعة تقول هل هي حرام أم هي جائزة أختي أم مريم بارك الله فيك إذا قصدت بالقرعة التي تميز الحق مثلا وتظهر الحق نعم مشروعة ولله الحمد والمن ولذلك وردت في القرآن في آيتين وردت في القرآن في آيتين في قصة مريم الآيات التي جاءت في ذكر زكريا و مريم و قصة أيضا يونس عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا عن يونس فساهم فكان من المدحضين ساهم يعني اقترع اقترع وأما قصة يعني قصة مريم جاء فيها في ذكر أقلامهم في يعني القرعة أيضا تكون عند من تكون عند من فوقع سهمه في الأحاديث عندنا تقريبا أربعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة القرعة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا يستهموا يعني القرعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا سافر فأيتها خرج سهمها ذهبت معه وأيضا أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بين ستة أعبد أعتقهم سيدهم فأنكر عليه وسلم وأعتق الثلث اثنين ورد الباقي رد الباقي وأيضا ورد حديث آخر في مسألة القرعة والمقصود يا أخت الفاضلة القرعة مشروعة ولله الحمد وهي لا تخالف ما جاء في قدر الله عز وجل بل هي موافقة لقدر الله سبحانه وتعالى أمت الله من العراق تقول أنا أختم القرآن وأحيانا أغلط ببعض الكلمات هل تحسب لي ختمة أمت الله من العراق بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وتقبل الله منك أخت الفاضل الجواب نعم ما دام أن هذه قدرتك واستطاعتك أنت قدرتك واستطاعتك هكذا فإذا حصل خطأ منك أو غلط قراءة ما تعمدتي أنا لست مثل القراء هذا حدود قدرتي واستطاعتي لك أجران نبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرضة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فأبشري بخير لكن هذا لا يمنع أنك تحسنين القراءة يا أختي أختي أمت الله استمعي إلى القراءة هؤلاء المشاهير وصححي الكلمات التي تخطئين فيها ما دام عندك قدرة واستعداد على تصحيح الخطأ في القراءة أمت الله تسأل تقول الأشياء التي أعطيها أحفادي هل تحسب من الصدقات الجواب نعم يا أختي الفاضل الرجل الذي ينفق على أهله على زوجته وعلى أولادي صدق صدق الرجل الذي ينفق على أحفادي صدق الجد التي تنفق على أحفادها هذا كل صدقة كل ما تعطينا لأولادك لأحفادك هو من الصدقات فأبشري بخير بارك الله فيك أم عبد الله من السعودية تسأل عن كفارة اليمين تقول يعني كل واحد كم نعطيه وإذا كانت فلوس كيف نعطيهم أم عبد الله بارك الله فيك أولا بالنسبة لكفارة اليمين هي لليمين المنعقيدة اليمين المنعقيدة وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعا شرعا وعقلا وواقعا مثلا يقول والله ما أكل لن فلان ويكلمه والله ما أكل عند فلان ويأكل عنده مثلا ويقول والله ما أسافر ويسافر مثلا زين يطلع كفارة اليمين هذا يسمى الحذف اليمين والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكن الآية الأمر الثاني الكفارة إطعام وليس نقود و لذلك أنت سألت تقول كم إذا كان فلوس ما في فلوس في الكفارة لكن ممكن تدفعين فلوس للجمعية يشتروا لك فيها طعام أو تدفعين فلوس لشخص توكلينه يشتري لك طعام حتى يطعم الفقر المساكن واضح؟ المسألة الثالثة بالنسبة للكمية طبعا ذكر العلماء نصف صاع نصف صاع يعطى كل مسكين و تقريبا يجي كيلو و عشرين قرام كيلو و خمسة عشر قرام و بعض العلماء يقول كيلو و نصف مثلا هذا نصف الصاع نصف الصاع في خلاف بين العلماء و بعضهم يقول نصف يعني كيلو و نصف من الرز مثلا طعام أهل البلد و من أهل العلم من يقول لا يجزئ في ذلك طعام أهل البلد الموجود الآن يعني لا يلزم أن يكون بالكمية كمية الصاع أو نصف الصاع مثلا و إنما يطعم مسكين بما يكفيه وجبة من وجبات اليوم يعني إما الغداء أو العشاء تشوفين يا أختي أم عبد الله مثلا في المطاعم بعض المطاعم الآن إذا دخل الشخص يطلب ما يسمى نفر يسمونه نفر يقول يعني عطني مثلا نفر اليوم فيجيب له رز مثلا نصف دجاج و يجيب له مثلا روب يجيب له إيدام هذا الأطعام أنت عندك خيارين أختي أم عبد الله إما أنك تعطينا الجمعية والجمعيات الحمد لله موجودة تقول والله أنا أبغى أو كفر عن يميني كم يقول لك 150 ريال خلاص هم يشترون إطعام و يودونه للفقر بالمساكين أو أنت بنفسك تعرفين فقر المساكين في حارتكم أو الحي اللي أنتم فيه و ترحيت مثلا هذه الأسرة فيها خمسة أشخاص إذن هذا نصف الأطعام تطعمينه تسوي لهم غدا و إلا عشاء و هذه أسرة فيها خمسة هذا العشرة أو مثلا زوجك و إلا إبنك و إلا أخوك و إلا والدك يثق في صاحب مطعم ثقة يقول لك أن يرى هذا مبلغ أي مسكين أو فقير يجي سوي لغدا كامل من باب عندي أطعام مسكين هذه بعد فكرة جيدة فصاحب المطعم مدامه أمين و يكلفه الوالد و إلا الأخ و إلا الزوج و إلا الإبن يعطيه المبلغ و يقول هذه كفارة يمين و الحمد لله تكون بهذا قد أديت اللي عليك نعم تفضل يا أبا ليث سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تسمعني يا شيخ تفضل يا أبا ليث أسمعك نعم نعم يا شيخ عندي سؤال بل أزحنا عليك تفضل أخي سؤال الأول تسمعني يا شيخ أسمعك يا أخي الفاضل تفضل اسأل نعم عندما نريد سحب مبالغ من المصارف أو مكاتب الصيرة فيقوم صاحب المكتب أو المبلغ الموجود في المصرف بإعطائك مبالغ لكن بعملات بفئات فغيرة فيصعب عليك حملها و عندما تطالب منه أن يعطيك فئات كبيرة مبلغ يريد منك مقابل ذلك مبلغ فهل يجوز لنا إعطاء ذلك المبلغ له بالحصول على المقود إن شاء الله سؤال الثاني يا شيخ هناك حديث للرسول العصة والسلام لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون في صحيح مسلم وبخاري يا شيخ فالآن هذه المدافع التي نستعملها أو الهيترات هل يمدرج تحت هذا الحديث يا شيخ إن شاء الله يا أبا ليث إن شاء الله يا أبا ليث بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك محمد السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت دكتور بسألك أنا كنت يسني العودة بعدين أنا حطيت صبق أظافر بعدين يوم اطهرت ثبحت ومكان عندي المزيل مناكير صبق وصليت صليت والمناكير على ظافرك ها صليت يعني ما شلت الطلاء أنا طلاء أنا ما كان متوفر عندي وانتصرت على الدكان ومتبين ماء وقال ما عنده فقمت أصليت شكرا مع السلام أبو نايل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بسألك يا شيخ أنا أشهد الله أحبك الله يجزاك خير يبارك فيك وأحبك الله الله يجزاك خير سواء الواحد يا شيخ سم نوح عليه السلام سمخ بالطوفان والطوفان هذا هو على الدنيا كلها ولا بس يجزوا وخصص بس وسلامه الله يسلم يا شيخ مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة أم محمد من العراق تسأل تقول بالنسبة للمسعى للجوارب تقول يعني أنا أصلي الفجر وأنام وبعدين أجلس الساعة سبعة أتوضى مرة ثانية وألبس الجوارب تقول أستمر إلى صلاة العيشة أم محمد بارك الله فيك أي إنسان لبس الجواربين على طهارة أنت توضأت الفجر ولبست الجواربين يجوز لك أن تمسحي عليها مدة 24 ساعة بعد أول مسحة بعد حدث يعني أنت الآن الفجر توضيت ولبست الجواربين زين وصليت الفجر أو يعني نعم صليت الفجر مثلا أقول نمتي الساعة أنت قلت مثلا الساعة سبعة نمتي النوم ناقض من نواقض الوضوء لما صحيتي توضيتي امسحي عليه امسح عليه المسح هذا ينتهي الساعة سبعة اليوم الثاني ساعة سبعة اليوم الثاني إذا والله تقول لنا أنا خلعتها وبعدين لما اصطحيت الساعة سبعة توضيت من جديد ولبست الجوارب تشوفين أول مسحة بعد اللبس هذا الساعة سبعة متى مسحتي أول مرة يعني صار حدث ومسحتي الساعة 12 الظهر خلص ينتهي الساعة 12 الظهر اليوم الثاني بهذه الطريقة بارك الله فيك أم محمد تقول بنت أختي يعني عفوا نعم تقول بنت أختي طلع التقاعد طلع التقاعد تقول وكلت شخص يكمل لها الإجراءات ما حكم ذلك الجواب الجواس يجوز لها أن توكل شخص ينهي لها إجراءات التقاعد أنت ذكرت بأن امرأة كبيرة ومريضة وتعبانة وغير قادرة على الروحة والجية ما في بأس يوكلت شخص تعطيه مبلغ مالي تقول أنا أعطيك هذا المبلغ خلص لي الإجراءات هذه مجائز ما دام الحمد لله ما فيها مخالفة يعني مثلا يرتكب مخالفة ما في بأس أما إذا كان شخص لا داخل العمل داخل هيئة المعاشات يقول عطيني مبلغ وأنا أخلصك هذا حرام ما يجوز ولا يجوز إعانته فأنت ذكرت شخص خارج مسألة التقاعد ما في بأس بارك الله فيك أم محمد من فرنسا طبعا ذكرت تقول مشكلة مع زوجها طبعا مثل ما سمعتم عصبي ويضرب يهدد بالقتل كسر لها رجلها هجرها سنوات المسكينة تقول بصق في وجهه ورديت لها البصق تقول أنا الآن خايف من ربي والله عجيب عجيب سبحان الله العظيم عموما أختي الفاضلة أم أحمد أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك أسأل الله عز وجل أن يسر أمرك وأن يخرجك من هذا الهم اللي تعيشينه امرأة صالحة طيبة صلى الله تعالى أن يقويك يعني زوجها يمارس مثل ما سمعنا على العهد على كلام الأخت أم أحمد ومع ذلك أخطأت هي مرة وهو أخطأت 99 مرة معها حسب ما ذكرت ومع ذلك ندمانه عموما أختي الفاضلة استغفر الله من هذه البصقة التي رديتيها أصلا له وإن كان يعني الله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به أنت رديت العقوبة لكن ما يليق بين الزوجين ما يليق عموما استغفر الله منه اعتذري منه لعل الله عز وجل أن يلينا قلبه يعني لعل الله أن يلينا قلبه المسألة الثانية أختي الفاضلة يعني أنت ما أدري متخوفة جدا وممكن تخوفك يعني له ما يبرره ويسوغه من كون رجل تقوله ممكن يقتل نسأل الله العافية والسلام أنت حقيقة إذا أردت أن يعني عندك قدرة واستطاع أنك تستمرين العيش معها الله يقويك مدام خايفة على عمرك وحياتك إذا والله تقولي لا والله أنا ما أستطيع تحمل يعني هناك حكومات تحميك أنت في فرنسا بيحمونك الدولة في بلدك الأصري ممكن تحميك دولتك تقيمين دعوة عليه ويقبضون عليه إذا كان يهدد بالقتل إذا كنت أنت يعني تقولي والله أنا ما أستطيع تحمل يعني أنت الآن أنا قلت لك طيب إذا اشتكيت عليه تقولي لا ممكن يقتلني طيب استمري معه تقولي كيف أستمر معه إذا أنت في حيرة وتحيرين حتى المفتي فيا أخت الفاضلة إما أنك تبقين على هذه الحياة عشرين سنة أو تقولي أنا أستمر وأنصح وأعظ وأذكر وأدعو له عسى الله عز وجل أنه يفتع على قلبه الله يقويك ويعينك تقولي الله لا صعب الرجل يعياذ بالله أقفل على قلبه ورجل يمارس الفواحش ولا يقيم الواجبات ولا الحقوق ومقصر في حق ربه عز وجل لا يصلي ولا كذا من يعيش مع هذا يعني امرأة صالحة ممكن تعيش مع زوج بمثل هذا هذه الأخلاق مثل هذا والعياد بالله ثلاث المعصية وهذا الصدود في قضية التخوف يمكن سكنك يخوف من مارسات له لكن الحمد لله تستطيع الدولة تحميك بإذن الله ما أعتقد بأن يعني هكذا تتركين أمام مثل هذا هو الآن ممكن أنه هو الآن يقتلك بغضبة من الغضبات التي كسر رجلك تقولين ممكن مرة ثانية يعني يحصل أمر آخر ينهي حياتك فأخت الفاضل أنت الآن يجلسي معه وقل لي يا فلان اتق الله أنا زوجتك هذا الحالة التي أنت تعيش فيها بسبب بعدك عن الله عز وجل لأن الشياطين احتوشتك ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يقيد له شيطانا فهو له قريم فعود إلى الله تب إلى الله ستهدى وتتنعم بالإيمان بالطاعة وبذكر الله سبحانه وتعالى إن استجاب الحمد لله هذا المطلوب لم يستجب الأمر إليك أنا ما عندي حل لك لأنك أنت مترددة أخت الفاضل أم أحمد تقول يعني طبعا ذكرت يعني أبو ليث من العراق يقول عندنا يعني لما نسحب من المصرف مبلغ مال يقول يعطونا يعني الفئات الصغيرة و لما نطرب الفئات الكبيرة يشترطون أو يشترط الموظف أن يعطيه مبلغ أكثر أبو ليث بارك الله فيك يعني إذا كان والله قانون المصرف أنه ما يعطي إلا الفئات الصغيرة و إذا أردت أن تأخذ فئات كبيرة هناك ما يسمى برسوم إدارية ما في بأس أما إذا هذا تصرف موظف يريد أن يبتزك و يقول لك والله أنا ما عندي إلا هذا تبغى الفئات الكبيرة عطني مبلغ هذا رشوة هذا حرام أكل المال بالباطل ذكره بالله خوفه بالله قوله لا تلوث مالك و لا تلطخ أخلاقك و اترك عنك الحرام هذا لعب و العياذ بالله إن استجاب استجاب ما استجاب أنت مضطر و إلا لا إذا قلت و الله مضطر كيف أشيل أنا فئات بكيس كبير مثلا هذا هو الحرام علي هو إذا مالك سبيل إذا لا و غير مضطر ممكن تصرفها مثلا في جهات أخرى لا تعطيه بارك الله فيك و ارضى بالفئات القليلة أبو ليث يقول حديث لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون إلى آخر يقول هل هذا أيضا ينسحب على المدافع و المكيفات الحالية أبو ليث بارك الله فيك يعني صحة أن النبي عليه الصلاة و السلام قال هذا الكلام لما احترق بيت في المدينة و سبب ذلك الفأرة أخذت شعلة من النار و أحرقت البيت و لذلك بيّن بأن النار عدو و الفأرة فويسق فأمر بإطفاء النار أمر بإطفاء النار و لذلك الإنسان إذا أوقد نارا في الليل و أراد النوم يطفئها و كم من الحالات التي نشاهدها و نسمعها و نقرأها من حريق البيوت من الموت بسبب بعض الأشياء التي توقض كالفحم و غير ذلك و الجهات المتخصصة الدفاع المدني و الجهات الطبية دائما ترشد لكن للأسف يعني الناس يتساهلون فالإنسان يطفئ النار يطفئ النار المدفأ النار مثلا يعني أي نار موقد أما المكيف فلا المكيف هواء حار ما لا علاقة في قضية النار المدفأ و الحطب هذا كله يطفئ بارك الله فيك أم أحمد من أبوظبي تقول يعني أنا لما طهرت من الدورة الشهرية كان على أظافري طلاء الأظافر و ما وجدت المزيل و اغتسلت لأني ما لقيت المزيل و أرسلت إلى المتجر و ما عندهم ما حكم غسلي أم أحمد بارك الله فيك غسلك باطل و كل ما ترتب عليه فهو باطل لأن طلاء الأظافر مانع و عازل لألماء عن الوصول إلى البشرة و لذلك تفاضل يجب عليك أن تزيل طلاء الأظافر و تغتسلين من جديد و تعدين الصلاة اللي صليتها و هذه رسالة لكل يعني أنثى أن تتقل طلاء الأظافر هذا لا يصح معه الوضوء و لا يصح معه الغسر الواجب غسر الجناب و غسر الحيض و غسر النفاس اتقوا الله في أنفسكم و تفقهوا و تعلموا أسئلة كثيرة تأتينا النساء يتساهلن في هذا الأمر يتساهلن في هذا الأمر و هذا غلط أن نبي صلى الله عليه وسلم رد رجل وجد على رأى على ظهر قدمه لمعا قد رد رهم أمرهم يعيد الوضوء و الصلاة يعيد الوضوء و الصلاة فتنبه لهذا بارك الله فيك أبو نائل من السعودية بارك الله فيه يسأل عن الطوفان الذي حصل في عهد نوح عليه السلام يقول هل يعني أطبق على الأرض أو كان في مكان معين أبو نائل بارك الله فيك بالنسبة لنوح عليه السلام كان بينه وبين آدم عليه الصلاة و السلام مئة قرن يعني قيل ألف سنة ألف سنة وبعث في قوم بدأ فيهم الشرك و إلا كان من آدم إلى قوم نوح كان الناس على التوحيد ثم عبدوا الأصنام من دونه فبعث الله فيهم نوح نوح عليه الصلاة و السلام عليه الصلاة و السلام بقي فيهم يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عام تسعمية و خمسين سنة هو يدعوهم النتيجة ما آمن معه إلا قليل كما قال تعالى و ما آمن معه إلا قليل فئة قليلة البقية أهل استهزاء و ضحك و سخرية و يهزأوا من نوح فلما يعني وصلوا إلى حد الصدود أمر الله نوحا أن يصنع السفين يصنع الفلك صنعها في الصحراء يمرون يضحكون عليه سفينة في الصحراء فأرسل الله أفواه السماء كأفواه القرب و بدأت الأرض تفور بالينابيع فقيل بأن الله تعالى أغرق الأرض كلها كلها لأن البشرية كانت قليلة إذ ذاك الماء عم الأرض هو الطوفان العظيم و بقي نوح و من معه في السفين و لذلك نوح عليه السلام يسمونه العلماء الأب الثاني للبشرية الأب الثاني للبشرية آدم هو الأب الأول و لما فني أغلب البشر أبقى الله نوح و من معه ثم بدأت تتناسل البشرية بارك الله فيك و رضي عنك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا بحول الله تعالى و قوته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر طبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة